السلام عليكم محببكم أخوتي في القناة يا ربي كامل تكونوا بخير وعلى خير طبعا كنا نتكلموا على الوعود اللي وعد بها رئيس الجمهورية إذن سؤال يطرح نفسه رئيس الجمهورية تستنى فيه وعود كثيرة والتزامات إذا هذا الشعب ما هو الملف الأول اللي رح يبدأ به رئيس الجمهورية نتمنى أنتم يعني كمتابعين تقولوا لي تخلوا لي تعليقاتكم أسفل هذا الفيديو واش تظنوا وش هو الملف الأول اللي رح يبدأ به رئيس الجمهورية إذن بعد أن أعطى يعني الشعب الجزائري أعطى فرصة ثانية لرئيس الجمهورية عدم جيد تبون يعني بح يكمل الشغل اللي يبدأه طبعا منذ أربع سنوات في العهدة السابقة أو بالأحرى كما أصرح قال أنا خدمت تقريبا عامين لأنه لما تولى رئيس الجمهورية على الأربع سنوات الماضية ألقى مخلفات العصابة اللي هلكت الاقتصاد متعلب لا يتصحح ما استطاع تصحيحه لكن يعني العمل رح يباشى إن شاء الله يعني جدية أكبر في هذه الأربع سنوات للعهدة الثانية وباش يكمل المشوار تيه رح تكون على طاولة رئيس الجمهورية عدة ملفات منها الإصلاحات الاقتصادية محاربة الفساد التنمية الاجتماعية الاستثمار في البنية التحتية الأمن الوطني وقضايا السياسية وعلاقات الخارجية ولكامل هذه الأمور يعني تخصنا كجزائريين وتخص بلادنا كذلك يعني اليوم الملف يعني اللي هم نحن كمواطنين هو ملف التنمية يعني بالأكثر الاجتماعية هذه النقطة لتنقسم إلى قسمين قسم ما يخص تحسين الخدمات العامة ورح يركز على تحديث النظام الصحي زيادة الميزانية التعليم لضمان جودة التعليم وبرنامج الحماية الاجتماعية كذلك اللي اتكلمت عليه هو تنفيذ برنامج لدعم الفئات الهشة مثل العائلات ذات الدخل المنخفض وكبار السن يعني وعود اللي قدمها في الحملة الانتخابية تاعه بالفعل اللي احنا متأكدين أنه رح تجسد على أرض الواقع فرئيس أكيد مش رح ينسى الوعود اللي يعد بها الشعب وهذاك المواطن اللي يعطاه ثيقته ومنحوا صوته ومنتخبوا لعهدة ثانية طبعا الفئات اللي وعدها رئيس الجمهورية رح نسمعوا المداخلة تاعه ونرجع معكم بحماية القدرة الشرائية للمواطن حماية القدرة الشرائية للمواطن بروافدها الثلاث أولا محاربة تدخم حتى نوصل نصل إلى التدخم لا يفوق 4-4.5% في المرحلة الأولى تحكم في الأسعار بالأخص المواد الأساسية ورفع العلاوات والأجور مرة أخرى حتى نصل مثل ما توعدت به إلى في نهاية العهدى قبل نهاية العهدى نصل إلى كنوا رفعنا الأجور والعلاوات بالنسبة 100% اليوم المتقاعدين نزيد نرفع من حتى قاعد نتاحهم اسمعنا مع بعض تصرحات رئيس الجمهورية هذه الزيادات رح تكون في المداخل رح تكون للمتقاعدين رح تكون في الأجور والأجور اللي تخص الموظف والعامل والمنح رح يرفع المنح منحة المرأة الماكدة في البيت هذه لدى الضجة هذه كذلك منحة جزافية للتضامن ولينتمي إليها كل المعوزين دوي الهمم المطلقات الأرامل كبار السن الأمراض المزمنة عنوحها لأنه أمراض مزمنة ما فيهاش فقط السكر والضغط فيها فئات أخرى من أمراض السرطان ربي شافيهم كاما إن شاء الله إذن التطبيق تتوعود هذه طبعا مش رح تكون يعني في ليلة وضوحها رح يكون هناك دراسة ومشاورات يعني يستعينوا بنصوص يشوفوا الخزينة العمومية يعني قيمة النسبة هذه شها رح تكون زيادتها شكون هي الفئات بالتصنيفة كل صنف شها ليزيدوله كما تعودنا يعني قبل بالنسبة للدراسة هذه رح تكون مشاورات بين أهل الاختصاص في هذا الضومان بين مجلس الوزارة ومبعد يقرها رئيس الجمهورية ويمضي عليها أكيد يعني هذه حاجة مفروغ منها وأكيد رح تتبق تتبق إن شاء الله ابتداء من العام الجاي إن شاء الله الفين وخمسة وعشرين يبدو النظر في هذه الملفات الملفات عفوا المهمة ورح تتبق يعني بالتدرج رفع المعاشات المتقعدين رح تكون زيادات مئوية تاكل عام هذه حاجة بينها ورح تكون زيادات استثنائية أكيد وأما نسبتها جحال ومتى رح يحدد الرئيس الجمهورية هذا يكون يعني هذه الزيادات الاستثنائية رح تكون يعني حاجة مليحة وخاصة لتحرموا منها العام ناس تاعة الفين وثلاثة وعشرين الناس لي ما خلصوش الحد المحدد يعني باش يستفادوا من هذه الزيادات الاستثنائية وأكد رئيس أنه الناس المعوزين يعني هذا يتكلموا على المنحة الجوزافية لتضامن هذه الفئات رح يرفع المنحة أنتحم دوي الهمام كذلك إلى آخره يعني هذا لي ما هزوش المنحة وهناك كذلك يعني يتم تحديد المدة والتاريخ ولا أشحال رح تكون هذه الزيادة وما ننسوش العمال والموظفين يعني حيكون هناك رفع العجر اللي رح يمسهم بإذن الله العام الجاي هذا كانت يعني كانت العام نفات سبعة وربعين بالمية وهذا خلال العام المقبل أكيد يعني هذا العام رح تكون ثلاثة وخمسين بالمية ولما توصل العام الفين وسبعة وشرين بإذن الله رح تكون مية بالمية الواحد ربي يطول في عمره إن شاء الله وكامل لأتفرحه رئيس الجمهورية تكلم كذلك على الزيادات في الأجور وتكلم على الكثير يعني في خطباتي والسابقة أنه رح يرفع الحد الأدنى للأجور اللي هو السميك يعني رح يخفض في الضريبة وتكلم على هذه الأمور كثير النقطة هذه طبعا أرجع ليها تلقوها في فيديوهات عديدة في القناة انتعنا أكيد هذه الزيادات رح تمس كامل قطاعات دون استثناء وتمس كذلك المتقاعدين رح كامل يفرح إن شاء الله يعني بالقطاع الخاص وبالقطاع العام وكامل قطاعات الاقتصادية الموجودة في البلاد باستثناء الناس طبعا أكيد لي خلاص ما قل من ثلاثة من عين هذا يعني معفيين تماما من الضريبة يعني الناس اللي تخلص أقل من ثلاثة ملايين وطلع ينقصوا لهم في الضريبة أما اللي تخلص أقل من ثلاثة ملايين هذا كامل معفيين من هذه الضريبة وصرح رئيس الجمهورية أن الزيادات تقع 47% تلعام هذا رح نكملها أكيد يعني حسب ما قال أنه نكملها 53% وهذه الزيادات أكيد رح تكون يعني تمس قطاع الوظيف العمومي وكما قلنا رح تمس ليخلص دخل ضعيف رح تكون زيادات ملحوظة لكن الناس اللي يكون عليها خفض ضريبي رح تستفاد لكن لأكثر استفادة هي الناس اللي عندها ليرجي يعني الاقتطاعتها هيكون أكبر إذن نحن على موعد إن شاء الله للزيادات منحة المرأة الماكدة في البيت واللي مزالنا لحد اليوم يعني مش نعارفين هل هي في شق الرجل يعني كمنحة الأجر الوحيد توضع في الشهر يتاعه يعني أو لشق الاستحداث منحة جديدة يعني تنشأ يعني طبعا بقرار من رئيس الجمهورية حي يستفاد منها النساء سواء كانت عندها زوجها أو يعني متزوجة أو غير متزوجة في حسابها الخاص كذلك رفع المنحة الجوزفية لتضامن هذا كذلك هناك زيادة عفوا هناك ملف كذلك انتع السكن رح يكون كما صرح رئيس الجمهورية الزملايين سكنات بكل الصياغ رح يواصل دعم وتوفير مناصب شغل للشباب رح يشجع الاستثمار كذلك حماية القدرة الشرائية وتحسينها والتحكم في الأسعار رفع المنح والعلوات المنح يعني مش فقط الأجور والتقاعد رح يرتفع يعني بل كل المداخل بصفة عامة ومنحة الجوزفية للتضامن وليستفد منها أصحاب الإعاقة 100% ذوي الهمم يعني لدو مليون ومئتين هذا كذلك لذكرهم رئيس وذوي الهمم اللي خاصة يعني بالذكر والفئة الباقية للأمراض المزمنة ولدضم الكثير من الأمراض منها كذلك المكفوفين المطلقات العرامل كبار السن لازم تكون هناك دراسة قبل صب هذه الزيادات في حساباتهم وفي القريب العاجل بإذن الله كان هذا هو الفيديو تنهر اليوم أي جديد أكيد رح تلقوه في القناة نشكركم على حصد الإصاء والمتابعة دمتم في رعاية الله وحفظه مع السلامة ترجمة نانسي قنقر